انابى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج الفين واربعة وعشرين وبهذه المناسبة أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء أن تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برعاية هذا المنتدى الهام في وقته ومضمونه يعكس التوجهات الطموحة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رئيسية جاذبة للاستثمار خاصة في ظل العمل الدؤوب على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات غير النفطية بوصفها محركا أساسيا للنمو والتقدم تجسيدا لمبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأوضح معاليه أن مملكة البحرين وفي إطار نهجها القائم على الالتزام بالتنمية الاقتصادية المستدامة عبر تسهيل الاستثمار وتوفير بنية تحتية قوية ومتينة قد أضحت بيئة مواتية لممارسة الأعمال التجارية بيسر لا سيما مع ما تشهده خدماتها وأسواقها من تطور رقمي وتقني وتبني الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة والمضي في تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في مختلف المجالات ولفت معاليه إلى أن منتدى بوابة الخليج 2024 يعد منصة مثلى وتفاعلية وجسرا يربط البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعالم بهدف بناء شراكات قوية ومستدامة بين القيادات الاقتصادية وصناع القرار واستكشاف الفرص الاستثمارية وتطوير أوجه التعاون لتبادل الخبرات والاستفادة من مختلف التجارب المعززة للجهود الرامية لتدعيم جهزية المنطقة للتحولات الاقتصادية العالمية من جانب يأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الكلمة الافتتاحية أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبالتوجيهات والدعم المستمر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتخذت السلام والاستقرار وتحقيق الإنجازات والتقدم مسارا ونهجا تسير عليه لصالح خلق الفرص الواعدة والازدهار والنماء للمواطنين بسم الله الرحمن الرحيم معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام يسرني أن أرحب بكم جميعا في مملكة البحرين وفي منتدى بوابة الخليج هذا الحدث الذي يتميز بحضوركم كنخبة من القيادات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم ويسعدنا أن نلتقي اليوم في افتتاح فعاليات النسخة الثانية من المنتدى من أجل مواصلة السعي بجهودنا جميعا لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري ودفع عجلة التنمية المستدامة في منطقتنا والعالم إن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحبة جلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبالتوجيهات والدعم المستمر لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتخذت السلام والاستقرار وتحقيق الإنجازات والتقدم مسارا ونهجا تسير عليه لصالح خلق الفرص الواعدة والازدهار والنماء للمواطنين من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات الطموحة وذلك بالتعاون مع أشقائها في دول مجلس التعاون والأصدقاء والحلفاء الدوليين وإننا اليوم نرى نتائج هذا العمل الدؤوب فمنذ انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الأولى استطاعت مملكة البحرين في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة بمقدار 15.6 مليار دولار أمريكي منها 6.8 مليار دولار في العام الماضي 2023 لوحده وإن هذه الأرقام برهانا ليس فقط على استطاعة دول منطقتنا من خلق بيئة واعدة للأعمال والاستثمار بل كذلك دليل على الثقة التي تحظى بها كوجهة عالمية للاستثمار نرحب بكم مجددا في مملكة البحرين وفي هذا المنتدى الذي نأمل بأن يكون بوابه لانطلاق المزيد من التعاون والشراكات في منطقة الخليج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة